موسيقى توقع ريواتها الأولى شمس بحجم الكف بعد مجموعتها القصصية الأولى درع الوطن عبير عزيم نموذج للطفولة الشغوفة بالمطالعة والقراءة في زمن تردي تناول الكتاب خصوصا الكتاب الورقي هذا الحفل منظم من طرف مؤسسة مسجد الحسن الثاني بشراكة مع مجلة الرؤى العربية الإبلاع والنقر ننتظر حضور مثقفات ومتقفين ومجموعة من الفعاليات التقافية والاجتماعية من المجتمع المدني لأن الاحتفاء بالبراعم الواعدة واجب وبالموازات هو ايضا احتفاء بكل داويل همم المعطاء بالمناسبة نهنئ عبير عزيم على إصدارها الروائي الأول وقد انتقلت من صفتي أصغر كاتبة في العالم العربي إلى وسمي أصغر روائية في العالم العربي نكرر التهنئة ونكرر أيضا الدعوة لها بمزيد من المطالعة مزيد من الفعال التقافي مزيد من التألق واليوم يصادف احتفاءنا واحتفالنا بعيد ميلادها الرابع عشر في هذه السنة المبكرة تعتبر نموذجا وقدوة لكل الأطفال الذين ننتظر منهم الخير ومنهم الكثير ظهر خيرهم حضرنا في هذا اللقاء هو اللقاء التقافي وفكري بامتياز والغريب والمتير والجي جدا فيه وأنه صدر عن فتاة كاتبة مغربية تعتبر من أصغر الكاتبات على صعيد المغاربي وكذلك ربما حتى العربي وما يتير كذلك الانتباه هو أن القيام بعملية الكتابة وإصدار مؤلفات في الفترة التي نعيشها مع العزوف الكبير على القراءة بسبب ذوه ظاهرة الانتشار وسائل التواصل الاجتماعي وإلى غيرها من الإعلام الرقمي هو في الحقيقة كمن يشق بمحرة في أردنجر ولكن أعتقد أنه بمثل هذه المبادرات يمكن أن نصل إلى الأهدف السامية بإعادة الروح إلى القراءة والكتابة وتقديم النموذج الميتالي موسيقى موسيقى موسيقى